قولي بصراحة لما بتبقى انت في مسلسل نجم ومحمد رمضان بالشعبية الكبيرة رغم كل الأبطال الحقيقة في هذا المسلسل نجوم وانت واقف قدامه والجمهور كله معه ضدك احساسك بيبقى زي لا هو احساس بصراحة الحمد لله حلوة قوي لان ما شاء الله الله هو اكبر يعني محمد شعبية وجمهرية زي عادية احساسك انت كممثل انت هنا ممثل بتعمل دور جيد جدا قدام نجم عنده شعبية كبيرة قوي وانت مضيعه مضيع ابنه لازم تبقى متفوق في الدور بفكر ازاي لا انا بفكر فيها بزاوية تانية خالص ان هو ان انا جاي بقى ادي شخصية بصرف النظر عن ردود الفعل بعد كده اللي اتمنى ان هي يكون حلوة لكن اثناء التصوير الموضوع بيبقى مختلف يعني محمد من الشخصيات اللي بيديك طاقة ايجابية يعني مركز في كل الشخصيات بتاعت المسلسل عارف هيتعامل معاك ازاي يعني كبلال او حتى لما بتيجي سيرته هو بيعملها ازاي يعني بلال ده بالنسبة له ايه فده كله يعني بيدي اثر حلوة قوي عند الناس حتى في عدم موجود بلال من اداء محمد رمضان وكلامه عليه طبعا جمهور الشرع بعملك ازاي دلوقتي لا او كلهم نفسهم يسلموني الجعف الرمضة وياخدوا مكافأة يعني كله واحدة ويليحوه لان هما بيحبوه قوي سوشيال ميديا بتتعامل معاها لا حقيقة لا خالص قريت عالسوشيال ميديا قد ايه بلال شامة بلال شامة بلال شامة اه اه بيعتلي حاجات كتير بلال شامة عمل لك حالة في البيت حالة حلوة الحمد لله حالة حلوة عمل لك حالة بقى في الوسط الفني انت دلوقتي عامل دور كبير جدا جوكر ناس بتدور عليك هل هيغير عندك حاجات في ادوار جاية؟ ان شاء الله يعني اتمنى ده باذن الله ادوار الشر بتاخد من الفنان ولا بتبقى بيفصل اول ما يخلص تصوير لا انا بافصل انا بافصل تماما يعني انا يعني مش اول مرة قلعب دور الشر في حالة برضو يعني من كتر الممارسة ان انا عارف امتا بيعني خلاص انا خلصت الشخصية قلعت اللبس ببقى مجدي عادي شخصية عادية جدا يعني يعني ممكن اثناء التصوير تلاقيني منفعل شوية على حسب الشخصية يعني بس غير كده لا بتحضر نفسك ازاي بتدخل الكواليس بتحضر نفسك ازاي يعني بتبقى بعيد عن الطيبين ما هو المسلسل فيه طيبين واشرار فانت من الاشرار بتبقى قاعد بقى في جانب الاشرار بقى لا لا مش بالزبط كده لا لا طبعا لا بتعمل عادي جدا بس هي يعني انا بالنسباني مجرد ما اكشن دي ببقى في حتة تانية خالص يعني حتى البروفا ما بعرفش عن البروفا شبه التمسيق